هذا وشاركت وزارة شؤون الكهرباء والماء وحيئة الكهرباء والماء في فعاليات اليوم الرياضية ضمن الفعالية الرئيسية التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرياضة للجميع في منطقة خليج البحرين ويجسد هذا الاحتفال الاهتمام الذي يحظى به قطاع الرياضة في مملكة البحرين وبتشجيع من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومساندة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتضمنت مشاركة وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء عددا من البرامج والأنشطة الرياضية الترفيهية والتوعوية والتي تهدف لترسيخ الرياضة كنهج أساسي وللمساهمة في نشر ثقافة الرياضة وحث المجتمع على اتخاذها كأسلوب حياة صحي ورياضي شكرا